اشتركوا في القناة والتفافه حول راية قيادته بكل قوة وثبات وهي مواقف لها امتدادها التاريخي ولها في السجل الوطني المشرف محطات مضيئة تعكس المعدن الاصيل لهذا الشعب العزيز لافتا سموه لان الهبة الشعبية في رفض اي تدخل في شأن الوطن الداخلي يجب ان تعطي دروسا لمن يرقب في التأثير على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي بان محاولاته موسومة بان تنتهي بالفشل قبل ان تبدأ واشدد سموه على ان الانجازات التي حققتها مملكة البحرين بسواعد ابنائها رسخت من ريادة المملكة وجعلت هذا الوطن الصغير بمساحته عظيما بانجازاته وكبيرا في مكانته العالمية واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بان مملكة البحرين نجحت في ان تحظى باحترام العالم ومنظماته بفضل انجازاتها وما حققته لابناء شعبها من نهضة وتطور طالت مختلف المجالات معربا سموه عن الفخر بان تكون الكوادر الوطنية المدربة عناصر الجذب في المملكة وان يحظى ما سطرته من قصص نجاح متعددة في مختلف المجالات باهتمام عالمي